أقام مستشفى الملك راني العبدالله في لواء البترة احتفالية بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين سلطات الدستورية حيث أقامت حملة للتبرع بالدم بمشاركة واسعة للفعاليات الرسمية والشعبية في لواء البترة كما أقام المستشفى فعاليات احتفالية في قسم الأطفال وذلك تعبيرا عن الاعتزاز بهذه المناسبة الغالية والعزيزة على قلوب كل الأردنيين هذا ويعد مستشفى الملك راني العبدالله صرحا طبيا يخدم أهالي لواء البترة وجواره وزوار المدينة الوردية القادمين من شتى أنحاء العالم بمناسبة الأعياد الوطني ومناسبة اليوبيل الفضي وبناسبة عيد الجلوس ارتأت مستشفى الملك راني العبدالله أن تقوم بعمل حملة وطني لتبرع بالدم تعبيرا مننا عن حبنا للوطن وتعبيرا مننا لشكرنا لسيدنا جلالة الملك على الإنجازات الرائعة اللي كانت موجودة والكانت أحد هذه الإنجازات هو وجود مستشفى الملك راني العبدالله لتأسس عام 2002 وقام افتتاحه أنذاك سيدنا وزلالة الملك رانية الإنجازات عديدة على مستوى مستشفى الملك رانية والتحديثات اللي كانت موجودة على مدار 25 عام عديدة نقدر نفكر منها عدد الأسرة اللي كان عندنا 63 سرير واليوم احنا نتحدث عن 89 سرير قسم الكلا كان في وقت من الأوقات عبارة عن سريرين واليوم احنا نتحدث عن قسم واحد من أحدث الأقصام الموجودة على مستوى الجنوب أو على مستوى المملكي لدينا تحديثات في قسم العمليات وفي قسم الإسعاف والطوارئ وفي قسم الجراحة نسا بالحقيقة جميع المستشفى تم عليه تحديث خلال هذه الفترة ونجدد البيعة اليوم نحن والكوادرنا الصحية إن شاء الله